اهلا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير فقرة السلساء المميزة دايما مع المميز الناقض الرياضي الكبير عمر البنوبي بنرحب به في البيت الكبير طبعا هنتكلم اكيد عن فرحتنا النهاردة فرحة جماهير النادي الاهلي ومباراة انا في اعتقاد مباراة تاريخية مصرية في مشوار الافريقي العاشر للنادي الاهلي والفوز 3-0 على فيتا كلوب هنتكلم كمان على بعض الاخبار العالمية هنخش في الكاف وبعض الاخبار العالمية الخاصة ببرشلونة وبعض الاندية العالمية وما فيش افضل حقيقة في مصر كلها يمكن في الوطن العربي ما فيش افضل من الناقض الكبير عمر البنوبي عشان يكلمنا على هذه الملفات عمر بنرحب بيك في البيت الكبير مبروك اول حاجة لازم اقول لك مبروك النهاردة الفوز الكبير فوز النادي الاهلي طبعا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي الفريق كله بجهازه الفني وفي المجموعة الادارية ومجلس الادارة شايف انه كان زي ما حضرتك ذكرت كانت مباراة مفصلية شوية في مشوار البطولة العشرة ان شاء الله اعتقد ان الالي قدام مباراة قوية قوي يعني كانت الناس اكثر المتفائلين شايف ان الاهلي ممكن يكسب واحد صفر كنت الان قبل المتش ما كنتش الان كنت شايف انه دايما الاهلي يعني مباراة سيمبا الخسارة كانت جرس انزار علشان الدنيا تبتدي تتعدل اللي حصل طبعا في مباراة فيتا كلاب في القاهرة ده كان حاجة برا الخيال يعني ان انت بتوصل باكتر من 12 فرصة ما تسجلش الهدفين تتظلم في ضربة جزاء مش ضربة جزاء وتخسر نقطتين في المباراة دي وتأثر على مشوارك ان انت بقيت مطالب ان انت تكسب كل المتشاط علشان انت دايما طموحك انك تصحاد اول لكن ان انت توصل لانك تلاعب فيتا كلاب في كنشاسة وتقدر انك تكسب مكسب كبير ممكن اكون مكنش متوقع مكسب كبير لكن شايف انه ان الاهلي بعد المباراتين اللي فاتوا كان لازم هيعمل كده وكان لازم هيكسب بأي نتيجة علشان يحقق الهدف بتاعه 3 نقاط من المباراة دي وعلشان يكمل مشواره في التأهل من دور المجموعات لدور التالي ان شاء الله ده كان مهم جدا اولا على مستوى المشوار الافروقي طبعا مهم جدا المباراة دي ويمكن كان الناس بتقول حتى لو ما كسبناش التعادل اعتقد انا كنت دايما بقول في البيت الكبير النادي الاهلي دايما نبصص على الصدارة وانا عشان تتصدر لازم تكسب المباراة كان تحديات كبيرة جدا ان كمان تثبت كمان ان مباراة القاهرة ما كانتش سوء اداء بالعكس كنت بتقدي باداء اكتر من رائع وان النتيجة كان لها ظروف خاصة وسيناريو خاص مش هيتقرر تاني وكمان عمر دي رسالة كمان قوية ان النادي الاهلي لما طبعا كل النتائج بتتعرف على مستوى القرار الافريقية النادي الاهلي بيكسب 3-0 فيتا كلاب فرقة من الفرق اللي حصل على هذه البطولة الكبيرة بتكسبه على ملعبه اول فريق مصري بيكسب فريق كونغولي على ارض وكل دي بتدي بقى ثقة للعيبة وترجحهم تاني على الكراك زي ما بنقول نا يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة انه في اجزاء تخص العمل النفسي كمان فكرة ان كل الفرق المصرية على مدار اكتر من نصف قرن بتروح الكنغو ما بتكسبش يعني اقصى نتيجة عملوها كانت التعادل احنا بنتكلم في 23 مباراة لعبتها الأندية المصرية ضد الأندية الكنغو في الكنغو منهم 16 هزيمة منهم 6 تعدلات فقط اول فوز واول اثنسار في تاريخ الأندية المصرية في الكنغو على الأندية الكنغولية اللي حققه النادي الاهلي النهاردة وبنتيجة كبيرة اعتقد انه كمان ده من الانتصارات اكبر فوز في تاريخ النادي الاهلي على أندية الكنغو النتيجة بتاعة 3-0 النهاردة فاعتقد انه لا يعني زي ما حضرتك دكارت فيه مكاسب كتير للانتصار النهاردة الأرقام دي مهمة جدا بالمناسبة يعني لما بنقول الإحصائيات دي لا هي مهمة تاريخ النادي الأهلي وكل ماتش فيه مهمة قوي فالنهاردة انت كسرت رقم كان سلبي بالنسبة للكرة المصرية كلها والنادي الأهلي هو اللي ابتدى يدي النقطة إيجابية انت تقدر تكسب على أرض الكنغو النقطة التانية والأهم انه كمان أثبت انه الموضوع التقييم المدرب مش بقول على النادي الأهلي بيقايم ودرب ولا على التقييم العام على السوشيال ميديا في الجرائد في المواقع الانتقادات اللي هي في غير محلها ومش بناء على دراسة أو دراية بالأوضاع كلها ما ينفعش قايم ودرب علشان في الريتو تعادلت مطش يا جماعة يعني أنا تعادلت مطش في ظروف استثنائية مش هتتكرر تاني زي ما حضرتك قلت فأعتقد انه بالعكس المسلماني النهاردة جرس انزار لكل الفرق التانية في القارة وفي البطولة ان انا لأ انا قادر ان انا اكسب بره ارضي وبنتيجة كبيرة ومع فريق على فكرة فريق جاد جدا وعنده لعبة دولية يعني فيتا كلاب عنده اكتر من لعب دولي المدرب بتاعهم في الران ايبنجي مدرب كويس جدا مدرب درب منتخب الكونغو برضو وجمع ما بين تدريب فيتا كلاب وما بين تدريب المنتخب وهو من المدربين الكبار في أفراقيا لان برضو بشوف بعض الناس في نغمة حتة انتو يعني احنا فرحانين لان الاهلي كسب فيتا فريق فيتا مش فريق قوي لا فريق فيتا فريق قوي جدا وفريق فيتا دايما بيبقى موجود في الادوار المتقدمة في طولة افراقيا فأعطاكم ان الاهلي افضل نتيجة النهاردة افضل نتيجة وكمان على مستوى الارقام انت عارف الفوز خارج الديار طبعا او خارج الملعب واحد واربعين فوز ده كمان انجاز للنادي الاهلي انه بيكسر رقم كبير هو صاحب الرقم اولا واخيرا انك بتكسب خارج ارضك اربع واحد واربعين مرة حتى على مستوى كل الفررة الافريقية ده رقم جديد يضاف لارقام النادي الاهلي طالما جبت سيرة مسيماني كنت فجأت بالتشكيل شوية واكلمك على الادارة الفنية من خلال التشكيل اللي بدأ به مسيماني ومن خلال التغييرات شفت اداء مسيماني النهاردة ازاي انا شايف انه ادار المباراة بالطريقة الافضل ولذلك خرجت النتيجة بالشكل ده لو اتكلمنا عن التشكيل ممكن تلاقي كل يعني كل حد عنده رأي مختلف في حتة بداية ازاي انا ابتدي بمحمد شريف ولا ابتدي ببواليا ولا ادي طاهر من الاول ابدأ بحمد فتحي ولا ابدأ بالسلايا في وسط الملعب فاعتقد انه النهاردة التشكيل اللي بدأ به هو الافضل وقدر انه هو يسجل هدفين بدري والاهلي اهضر فرص كمان في الشوط الاول كتير كان ممكن ان تيجا تخلص اربعة صفر الشوط الاول لو الفرص اللي تواجدت تم تسجيلها وتحويلها الاهداف فاعتقد انه التشكيل كان كويس تغييرات هو برضو اجبر على بعض التغييرات زي ما شفنا النهاردة الخطة اللي اخدها محمد شريف او هو وقع بسبب ارضية الملعب ففضل انه ما يغمرش بيه برضو وفنانه محمد شريف ادى معا عليه في المباراة دي وسجل هدف يعني رائع وده اول هدف للاهلي على ارض الكونغو اول هدف الاهلي على الملعب الكونغولية فبردو الاصابة نفسها كانت كان ضروري انه يتم التبديل ده لو شفنا كمان ايمن اشرف بعد كده طبعا لانه ايمن اشرف من افضل العناصر اللي موجودة ولو ان برضو لو كلمنا عن اللعيبة على المستقل الفردي حتى النهاردة كل لعيبة اجادت يعني ايمن اشرف اجاد بيكهم لما نزل ادى مباراة جيدة جدا وعنده كرة وعنده ثقة وده بيفرق كتير مع اللعيب خصوصا لو في مركز بيكهم شفنا النهاردة ياسر ابراهيم بيقدي مباراة على اعلى مستوى يعني انا شفت النهاردة دفع النادي الاهلي بره ارضه قدام فريق بيهاجم كتير لكن الاهلي قادر انه هو يدفع بشكل ايجابي وانه كمان يمنع كل الفرص ويخلق اهجامات وده اللي ما كانش موجود يعني الواحد وهو كان بيتفرق كده كان الصورة بتروح لماتش سيمبا بتروح وتيجي اعتقد النهاردة النادي الاهلي كل السلبيات اللي ظهرت في مباراة سيمبا اعتقد النهاردة اختفت تماما على العكس استفدنا منها عملية الضغط في وسط الملعب كانت اكتر من رائعة عملية استغلال الفرص تتكلم دلوقتي يمكن جالنا وكان ممكن نحق نتيجة افضل كمان لكن عدد الفرص اللي جات بالنسبة لعدد الاهداف مقبول جدا مقارنة بالفرص اللي دعت فيه تقرب الخطوط كمان بشكل اكتر من رائع طب من كل دوت عايزك برضو تقول لي انت من وجهة نظرك الابرز مش هنقول بقى نجم المباراة الابرز في المباراة من وجهة نظر كان مين من لعبة النادي الاهمي انا شايف انه فيه لعبة كتير ويعني ما اقدرش ان انا اظلم لعيب بان انا اخطر ولكن انا شايفش ناوي كالعادة في اعلى مستوياته عندنا ياسر ابراهيم برضو مازال في اعلى مستوياته في المباراة دي بدر بنون خط الدفاع بالكامل شفنا حتى على المستوي الهجومي حتى والتر بواليا لما نزل في عمل بالله شؤول كويس كان ايجابي جدا على المرمى وصنع الجول الثالث لطار محمد طاهر فاعتقد انه الفريق كله يتقيم النهاردة انه عشرة من عشرة صحيح وده مهم جدا انه كمان السقة ترجع لفرقتنا وان الفوز كان مهم جدا للمشوار طيب نتيجة مباراة النهاردة مباراة النادي الاهلي وكمان مباراة سيمبا وفوزو على المريخ تلاتة سفر تبين ملامح المجموعة بشكل اكبر ولا انت شايف انه لسه شوية يعني خليني اقول لحضرتك انه النهاردة لو بصينا للمجموعة وشايفين انه سيمبا دلوقتي متصدر وفارج تلات نوعات عن النادي الاهلي سيمبا عشر نقاط بالزبط والاهلي سبع نقاط النادي سيمبا انا شايف انه خرج كل اللي عنده في الاربع ماتشاط اللي فاته والنادي سيمبا عنده تجربة جيدة في الكرة الافريقية وغير مدربه قبل لدور المجموعة على طول لانه مصعد بالسيمبا هو سيفين فاندنبروك وده مدرب بلجيكي كان مساعد هوجو بروس في منتخب الكاميرون لما اخده امم افراقيا بعد كده جي دي 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 جوميز ود دي 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 جوميز كان اشتغل مع نادي الاسماعيلي هنا واشتغل مع المريخ السوداني برضو فالتغيير ده ما اثرش كتير لانه نادي سيمبا عنده عناصر جيدة المدرب اللي موجود مدرب برضو اشتغل في افراقيا واشتغل مع المريخ واشتغل في الدور المصري فعنده جزء النهاردة ماتش سيمبا والمريخ سيمبا تفوقوا بسهولة لانه برضو نادي المريخ بيمر بازمات فنية متتابعة من قبل البطول بالرغم عن ادارة فنية جديدة للمدرب الانجليزي كلارك ودخوله للمريخ على رأس القيادة الفنية ما اصرش شايفين ما اصرش خالص اقول له حضرتك ليه كابتن هيني اقول ان انا اعرف لي كلارك من فترة طويلة لي كلارك وقت ما كنت بشتغل معنادي هال سيتي الانجليزي كان هو بيدرب بيرمنجام سيتي في الشامبينشيب من درجة الاولى وهال سيتي انا فتكر احنا كسبنا خمسة بالمناسبة يعني في الموسم ده وجده جاب جورين وكانت مباراة كبيرة لي كلارك من المدربين اللي اشتغلوا على مستوى يعني اعتقد انه افضل فتراته هي فترة بيرمنجام سيتي وهدرس فيل تاون ودول اكبر فرقتين دربهم وكانوا في الدرجة الاولى مدربش غالص بريمير ليه خالص وبعد كده مستوى كمان ابتدى التدريب يقل لانه بيدرب فرق في الليج وان وفي الليج تو وده بيقول انه هو كانش مهتم شوية بتطوير نفسه ممكن مجالوش لعرض المناسبة اه يعني سقف التدريبي كان كده انه يخد مغامرة التدريب في افراكيا دلوقتي اعتقد انها مغامرة كبير قوي على ليه كلارك في الفترة الحالية كان مفروض مثلا يروح فريق في ظروف افضل لكن طبعا هو جات له فرصة المريخ اعتقد انه على ما يتعرف على الكرة الافريقية وعلى ما يبتدي يقنع لعيب المريخ ويقدر ينقلهم فكره الكاروي وانه يشتغل على تطوير اللعيبة هيكون الامور بالنسبة له صعبة شوي فرصته الوحيدة للظهور هي مباراة النادي الاهلي انه هي لعب النادي الاهلي في السودان فاكيد هيحاول يطلع كل لعنده كل اللعندة fol هتاخدني لمشوار المباراتين اللي جايين لمبارات النادي الاهلي اولا هيبقى مع المريخ السوداني في السودان كل الناس بتقول لا خلاص المباراة مضمونة والمباراة سهلة مافيش مشكلة هنروح نكسر يعني انت شايف المباراة زي لا معندناش مباراة سهلة ومعندناش مباراة مضمونة في دوري ابطال افرقيا ولا حتى في الدوري المصري في الفترة الحالية كل الفرق بتحاول تطلع كل اللي عنده قدام النادي الأهلي سواف أفراقيا و سواف الدورة المصر فأكيد الأهلي بيبقى عامل حسابه محضر كويس المدرب هيبقى شغال على المباراة إنه عاوز يدخل يكسب كل مباراة فما يعني الواحد ما يقولش إنه ممكن مباراة تكون مضمونة سواء المريخ أو مباراة سيمبا في القاهرة لكن أعتقد إن النادي الأهلي قادر على إنه يفوز على سيمبا في القاهرة وإنه كمان يفوز على المريخ في السودان مع فريق بينافس برضو مازال عنده أمل المنافسة على مركز مؤهل للدور التالي فأعتقد أنه لا المباراة مش تكون سهلة فيش مباراة لا سواء سنبا أو المريخ وأعتقد أنه لا لي قادر على الانتصار في المباراتين وقدر طبعا وقدر على الصعود أول مجموعة أنا شايف أنه بالحسابات اتعقدت شوية ألحسابات في المجموعة دي لكن الأهل يقدر أنه يكسب المطشين الجايين والنتاج نتاج كمان المنافسين تخدموا أنه كمان يصعد أول مجموعة دي وعشان نصعد أول مجموعة أكيد لازم ن تكسب المطشين اللي جايين ولو حتى سنبا مثلا كسب يعني اتعادل أو كسب أو أنت تكسبه فرق الأهداف مع فرق الأهداف والمجموعة المباشرة بالزبط أنت تسجل تكسبه فرق هدفين تصعد أول فأنا أعتقد أنه ده في إيد النادي الأهلي وفي إيد لعيبة النادي الأهلي والأهم منه زي ما حضرتك ذكرت في الانترو أن مباراة فيتا كلوب صفحة وانتهت موضوع وتقفل أنا دتي بفكر في اللي جاي هو ده الأهم وأعتقد أنه ده هو مفتاح الصعود من المركز الأول إن شاء الله إن شاء الله بإذن لكن هاخد من البطولات الأفريقية أو من الشامس اللي جي الأفريقي بعض النقاط اللي نترجمها على مستوى الكاف النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا يمتسبي رئيس الجديد للكاف كان عنده اجتماع كان فيه بعض النقاط اللي اتكلم فيها هنعرفها منك هل تدرج لنقطة عملية أو البرنامج اللي هو قدمه واللي يهم طبعا دلوقتي يمكن جميل النادي الأهلي بصفة خاصة عملية الملاعب السيئة لبعض الفرق الأفريقية اللي بتشارك في دور الأبطال عندها هذه الملاعب المباريات مواعد المباريات بتتكلم على حضور الجماهير بتتكلم على القيمة المالية للبطولة هل هتختلف ايه أهم النقاط النهاردة اللي انت شفتها من خلال اول اجتماع لرئيس الكاف الجديد متسبي يمكن متسبي النهاردة عمل مؤتمر صحفي وتكلم فيه عن معظم النقاط اللي حضرتك ذكرتها يعني هو ده ده المؤتمر بتاعه النهاردة عمله فيه جنوب أفريقيا في بلده وده كان أول لقاء له مع الصحافة الجنوب أفريقيا وهنا اتكلم هو بصفته بقى رئيس الاتحاد الأفريقي لخلط القدم بالزبط فهو طرح عدد من النقاط المهمة منها الأجزاء اللي حضرتك تكلمتي فيها يعني فيما يخص ملاعب موعيد إقامة المباريات في بطولات الأندية فهو تكلم عن أنه مفيش حاجة اسمها أو أول قرار كان خدوا أن المباريات كلها هتتلاعب بعد كده بالليل علشان هيعمل خط التأهيل أو خط تطوير للبنية التحتية للملاعب في القارة الأفريقية الدول اللي عندها ملاعب جيدة زي مصر خلاص دي جهزة الدول اللي ما عندهاش بقى البنية التحتية دي وبتشارك أنديتها في البطولات القرية ومنتخبتها كمان في البطولات هيبتدي يقاهل على الأقل ملعب موجود في كل بلد أنه يستقبل المباريات دي تحت الأضواء الكشفة مش في عز الظهر زي ما بنشاهد يعني هو قال خلاص ما فيش مباريات في البطولة الأفريقية هتقوم الساعة ثلاثة أو الساعة ثلاثة دور ده المرحلة اللي جاية هيبتدي يفتاح بالزبط لأنه طبعا أكيد موضوع ياخد بجت كبير وهياخد وقت النقطة التانية اللي هو أتكلم فيها أتكلم كمان عن بطولات الأندية وأنه عاوز طبعا يعظم من الجوائز بتاعة بطولات الأندية أتكلم سأل النهاردة في المؤتمر ده أتسأل عن وضع بطولة كاس الأمم الأفريقية وهل هتقوم كل أربع سنوات زي بطولة أوروبا أو لا هو أكد أنه في الوقت الحالي وفقا لاتفاقتنا مع الرعاة هيكون البطولة كل سنتين زي ما هي ما فيش كلام عن تغيير النظام كاس الأمم الأفريقية ولا توقيتاتها في نقاط كتير كمان هو أتكلم فيها تخص مستقبل أو رؤيته لمستقبل الكرة في أفريقيا تحت إدارته أنه بيفكر أنه شايف أن الكرة الأفريقية مش هترجع للخلف وده قاله صراحة في المؤتمر وأنه عايز الكرة الأفريقية سواء على المستوى الأندية قال إحنا هنا في أفريقيا بندفع فلوس كتير علشان نشترك في القناة عشان نتفرج على بطولات أوروبا أنا عايز العكس عاوز أوروبا هي اللي تدفع علشان تتفرج على بطولات أفريقيا وده مش هيجي إلا بتطوير المستويات جوة القارة وبتكلم عن فكرة أن المنتخبات الأفريقية لابد أن هي تتطور فنيا أنه على أرض الملعب تقدر تنافس المنتخبات العالمية الفترة اللي جاية هو كلام كتير وكبير جدا وهياخد وقت وهياخد بجت كبيرة أو ميزانية ضخمة جدا علشان يقدر يحقق ده على أرض الواقع هو مؤمن جدا بالقارة الأفريقية هو شايف أنه القارة الأفريقية لابد أن تحافظ على احترامها على مستوى العالم وأنه يعني يبقى فيه تطوير المواهب هنا وتطوير لكل المنتخبات والمستويات الفنية علشان يقدر ينفس على المستوى العالمي نتعشن منه ده ممكن هو يقدر ينفزه الفترة اللي جاية على مستوى يعني البطولة الأفريقية وده البطولة الأهم من بطولة التشامزليج الأفريقي على مستوى الجوائز المالية فيه أرقام اتقالت على السوشيال ميديا فيه بعض الناس بيقولوا أنه هيعظم زي البطولة وتبقى لجائزة الفائز تصل لـ 15 إلى 20 مليون دولار تعارف الجائزة اللي فاتت كانت 4 مليون دولار هل الأرقام دي صحيحة ولا هو بس عايز يعظم ما جابش بالديتيلز يعني عايز يعظم البطولة من خلال جوائزها من خلال الملاعب من خلال النقل التليفزيوني قال رقم معين بالنسبة للشامزليج الأفريقي لا هو ما استعرضش أرقام لكن فيه فكرتين مطروحين فكرة الأولى اللي هي تعظيم قيمة جوائز البطولات الأفريقية وده هدف عنده علشان من خلال الجزء التسويقي أنه هو يحقق عوائد أعلى ويبقى عنده شراكة وقال النقطة دي بشكل صريح أنه أنا هفكر 95% في الوضع الحالي وفنيات كورة وأنه أنا طور كورة في أفريقيا لكن فيه 5% هعود أفكر فيهم اللومة الشراكة مع القطاع الخاص الفترة اللي جاية علشان أقدر أطور اللعبة ويبقى عندي الميزانيات اللي أحتاجها عشان حقق الاستقلالية المالية للكاف للاتحاد الأفريقي النقطة التانية اللي تكلم فيها عن البطولات الأفريقية هو المقترح اللي طرح أصلا من رئيس الاتحاد الدولي جاني أمفنتين وتكلم في المغرب من فترة تقترب من سنة تقريبا السنة اللي فاتت عن بطولة داوري السوبر الأفريقي على غرار داوري السوبر الأوروبي اللي كان مقترح ولم ينفز حتى الآن وأنه تكون بطولة كبرى للأندية الأفريقية وأن البطولة دي تكون عوائدها المالية تصل إلى 20 مليون دولار و50 مليون دولار وأرقام ضخمة جدا هو بيتكلم في أنه يبقى دوري من دورين أعتقد أنه دا شوية بعيد عن التنفيذ لحد دلوقتي مش سهل أنه هو يبقى مطروح على الأرض بشكل سريع يعني لابد أنه إحنا الأول نبص على البطولات في الوقت الحالي وضع بطولات أفريقية في الوقت الحالي بطولات الأندية اللي جيستيكس بتاعتها هل أنا أقدر أطور دا أقدر أنفز أصلا بشكل قوي ولا لا تطوير تقنية الفار هو أتكلم فيها في برنامجه الانتخابي كمان أنه أعاوز يطبقى تقنية الفار على طول في كل البطولات فبالتالي أنا أتمنى أنه دا الأول بعد كده أفكر في خطوة أنه يكون فيه بطولة بديلة أو بطولة جديدة للأندية لكن إنك أنت تشتغل على فكرة دوري السوبر لا مش دا الأولوية الأولوية المفروض تبقى بالنسبة لي أنه نطور المسابقات الأفريقية على وضعها الحالي ملف النادي الأهلي مع الاتحاد الأفريقية ويمكن يمكن الإسبوع اللي فات أو يمكن من أيام قليلة كان النادي الأهلي بعد بيان احتجاج على وجود جماهير شايف العلاقة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي والكاف في الفترة اللي جاية رحها فين؟ أصلا متفائل بالحجبة القادمة من الكاف بعد يمكن ثلاث سنين صعبة جدا جدا على المستوى الاتحاد الأفريقي؟ أنا شايف أن الفترة اللي جاية هتبقى مختلفة تماماً اللي جاي دلوقتي أو السيناريو اللي جي بي باترس موتسيبي هو سيناريو جياني إمفنتينو اللي شايف أنه أنا لابد أغير الوجوه اللي موجودة على قيادة الاتحاد الأفريقي الفترة اللي جاية وبالتالي باترس موتسيبي حتى النهاردة أتكلم فكرة أنا كنت الأول مرة في التاريخ مضطر أنه أختار خمس نواب للرئيس وأنه أنا حاولت أغطي كل المناطق الأفريقية في اختياراتي للنواب الرئيس ويعني الفترة اللي جاية أكيد هيبقى شكلها مختلف عن الفترة اللي فاتت لكن علاقة النادي الأهلي بالاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي أعتقد أن هي علاقة جيدة جدا أنا عارف مدى معاناة النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت في الثلاث أو أربع سنين اللي فاتوا النادي الأهلي عانى مع الاتحاد الأفريقي في أكتر من موقف وفي حاجات كتير الأهلي لما اعترض عليها رسميا اتضح أن رأي النادي الأهلي كان صح وأن اعترضات النادي الأهلي كانت في محلها لما اعترض على التحكيم بدأت الفيفا تشتغل على مشروع تطوير التحكيم في أفريقيا وهم يختاروا عشرين حكم وهم دول اللي يبقوا الصفة بتاعة الحكام في أفريقيا بعقود محترفة بمرتبات بتدريبات منتظمة طول الوقت كل منطقة لها مدرب بيتابع الحكام بتوعها فده جزء لكن أنا شايف أنه من فترة ومن قبل كمان ما يبقى مدسيبه ورئيس الاتحاد الأفريقي كونه دي الأهلي علاقته جيدة بكل الأندية الأفريقية هنى المهندس هنى بوريدة أولا مراشح مصر حسم مقعده في مجلس الفيفا وفي المكتب التنفيذي للكاف هنى الأساس فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على مقعد الفيفا ومكتب التنفيذي للكاف هنى باترس مدسيبة علاقة الأهلي باترس مدسيبة كانت جيدة من البداية باترس مدسيبة من أبناء منظومة الأندية مش الاتحادات وده الأول مرة في تاريخ الكاف إنه الرئيس هو من كوادر الأندية ومن كمان كوادر المستثمرين في الأندية اللي عندهم القدرة المالية إنه هم يشتغلوا على ملف كورة القدم ويتكلم بشكل أكتر مرة على النادي الأهلي يعني كان بيتكلم حتى من خلال بيتكلم على تطوير الأندية الأفريقية من نفسها وإن يحتزى النادي الأهلي يحتزى به في هذه المنظومة إن إزاي النادي الأهلي بيطور نفسه على المستوى التسوية على المستوى الفني فكمان كان فيه إشادة واضحة جدا من مدسيبة لإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي ككيان كبير بالضبط وبالتالي فيه تقدير متبادل ما بين النادي الأهلي وباترس مدسيبة فأعتقد أن الحقبة اللي جاية هتكون الأمور فيها في نطاق أفضل من الفترة اللي فاتت طيب عايزين بقى نخش فيه مباراة تشامزليك شغالة طبعا ريال مدريد مع أطالنطا أعتقد واحد سفر دلوقتي لريال مدريد الفوز مهم أعتقد برضو كان فيه احتياج كبير جدا جدا ريال مدريد اللي هذا الفوز على الجانب الآخر المان سيتي اتنين سفر على جلات بخ أنت شايف إنها تكتين لغاية دلوقتي إزاي متحك لما قد لك ريال مدريد كذبان واحد أنا شايف طبيعي يعني شايف إن ريال مدريد مع زيدان الدنيا ماشي كويس قوي لفترة الأخيرة يعني كل ما تحس إن زيدان خلاص هيقع لا لازم الدنيا تمشي كويس لازم يكسب عنده أزامات لكن بيقدر يعديها برضو بيظهر كريم بن زيمة في أوقات بيظهر بعض اللعيبة في أوقات تانية أعتقد إن ريال مدريد هيكمل بقى مشواره في الشامبيونز ليج ممكن الدوري هو اللي هيبقى صعب عليه شوية رغم إن يمكن حتى أتليتيك مدريد على مشوار الدوري دلوقتي بدأ يقع شوية ويخسر بعض النقاط دلوقتي فارق ما بينه بين برشلونة أربع نقاط هل المنافسة خلاص بقت مختصرة ما بين أتليتيك ومدريد وبرشلونة ولا ريال مدريد قادر يمكن بعد الفوز النهاردة أو يمكن يكمل فوزه النهاردة يكون كمان دفع على مستوى الليجة أشعر إن البطولة الدوري الأسباني السينادي فيها مفجأة مفجأة دي المين برشلونة هيك سبت صعبة برضو ما نقدرش نقولها وفيه برضو تراجع في المستوى في الدوري بيضيع نقطة قدام فرقة صغيرة لكن في نفس الوقت الجدول نفسه السينادي مختلف يعني لكده كان يعمى ريال مدريد أو برشلونة المنافسة والفرق بيبقى كبير فبتبقى عارف من الأول الدوري السينادي رايح لمن السينادي لقى الموضوع مختلف شوية زي الموسم اللي أخذ فيه أتلاتكو الدوري أعتقد 2013 أو 2013 كان موسم كان قوي جدا وصعب جدا والحد آخر دقيقة ما كانش حد عارف مين اللي هياخد الدوري وحسم لأتلاتكو مادريد فأعتقد أن الموسم ده برضو الدوري الأسباني هيبقى بنفس الشكل يعني طيب على مستوى بكرة فيه برضو مباراة قوية تشيلسي وأتلاتكو مادريد وفيه طبعا كمان البايرن هيلعب بكرة مباراة أعتقد برضو مباراة مما أدام لاتسيو الإيطالي شايف المباراة تينيزاي خاصة أتلاتكو وتشيلسي بايرنيو لاتسيو تعتبر محسومة من نتيجة مباراة للزهاب كانت مباراة سهلة على بايرني ميونيخ ده تمرين بايرني ميونيخ كمان آخر تمرين استعلاده هانزفليك مركز قوي في المهمة دي تفتكر مدير الفني القادم لمنتخب ألمانيا أعتقد أنه ممكن يكون أقرب لأنه كمان عصر المنظومة بتاعة يوكيم لوف لما كان مساعد له لفترة طويلة فممكن يكون هو أقرب الناس أنه يكمل مشوار يوكيم لوف إلا إذا في تغيير في سياسة الاتحاد الألماني أنه يفكر يستعين بيورجن كلوب أو يوليون ناجلسمان هيكون الوضع مختلف شوية لكن أعتقد أن بايرن حسن مباراة لاتسيو لكن تشيلسي وأتلاتكو مدريد أعتقد الموضوع بقى هيبقى مباراة يعني من المباراة القوية قوي لأن ما تقدرش تقول أن نتيجة الزهاب أنها تطمن تشيلسي خالص طوماس توخل عمل طفرة في أداء تشيلسي لكن أتلاتكو مدريد من الفرق اللي لا تأمن لها حتى نهاية المباراة برضو يعني أعتقد الموضوع مش هيبقى طبعا تدريبات أتلاتكو مدريد وأعتقد الموضوع مش هيبقى سهل في مباراة تشيلسي أعتقد كمان هتبقى مباراة ممتعة قوي يتنين مدربين كل واحد فيهم عنده أسلوبه واللعيب أقوي في الفرقتين فهنشوف مباراة قوية جدا نتمنى طبعا كل مباراة تشيلسي أعتقد يعني جدينا متعة في كرة القدم متعة كبيرة جدا جدا وفيها مفاجآت وكان طبعا المفاجآت الكبيرة طبعا إقصاء اليوفي عن طريق بورتو شفتي دي كانت لغادي الوقت أكبر مفاجآت في التشيلسي ده بالتأكيد مع تأهل مونشنجلاتبخ طبعا للدور 16 ده كان إنجاز كبير للمونشنجلاتبخ خصوة أنهما كمان في الدورة الألمانية السنة دي مش بنفس المستوى بتاع السنة اللي فاتت لكن بورتو فريق مكتهد ومكافح قوي فيستحق التأهل على حساب اليوفي على حساب اليوفي ويمكن الإقصاء اليوفي كمان بيدفع رونالدو يمكن الرحيله كان فيه سؤال هل هيرجع تاني ريال مدريد ويكون ليه فترة أو عودة لريال مدريد أو حينتقل لسبورت انجليش بونا يعني هو طبعا اللي بدأ فيه رونالدو بسبب تاني إنه ريال مدريد مش هيبص وغراف المرحلة دي بالذات مش هيبص لأنه مستوى المنافسة ما بين الإدارتين اللي جايين ريال مدريد معه فلورنتينو بريس بخطته وبتفكيره الاقتصادي فأعتقد إنه بالنسبة له هتبقى عودة رونالدو هتكون مكلفة ومكلفة زيادة في حين إنه محتاج يبني بعض المراكز في الفريق بشكل مختلف شوية عن قبل كده لأنه صلاح أكيد في الحسابات طبعا وأعتقد إنه هم هيفكروا في لعيبة كمان أصغر سن من محمد صلاح الفترة اللي جاية يعني ريال مدريد لو بيفكر يبني جيل جديد إنه أكيد هيفكر في هالند أكيد هيفكر في مبابي أكيد هيفكر في لعيبة كمان أصغر سن في مراكز مختلفة محمد صلاح يعني جانب قوي في مفاوضات الأندية الفترة اللي جاية فأتمنى إنه سوق الانتعالات كمان نشوف فيه حاجة كويسة أعتقد الصيف ده وحنشوف انتقالات قوية أكيد طيب نخرج من التشاملز ليج نروح للبرازيل يعني النهاردة كمان كان فيه مشكلة بسبب بليه يعني يوم بزبط إيه المشكلة اللي حصلت لأنه في البرازيل عايزين يغيروا اسم ملعب أراكانا الشهير لإسم استاد بليه علشان هو سجل الهدف رقم ألف بالنسبة له على الملعب ده لكن الحقيقة فيه اعتراضات كبيرة هناك هو الملعب أصلا باسم صحفي اللي اقترح إقامة الاستاد في المكان ده في الاربعينات واعتراض الجماهير هناك إنه إزاي يتغير ده اللي احنا شايفينه ماريوفيلو ده ماريوفيلو ده اللي هو اسم الصحفي اللي اقترح إقامة الاستاد ده علشان الجماهير هناك يكون من حقه أنا تتفرج على الكرة ويعني تكريما له وحطوا اسمه على الاستاد لكن اعتراض الجماهير هناك في ريوت جانيرو يعني اعتراض نطيف قوي إنه بليه بلعبش في عندها في ريوت جانيرو هنا بليه كان بيلعب في نادي سانتوس اللي هو مش في ساو باولو مش في ريوت جانيرو فبالتالي هم شايفين ده بليه على المراكانة فهما شايفين إنه لا يعني المفروض إنه الاستاد ما يبقاش باسم بليه لأنه مش من أبناء المدينة لأنه حتى بليه مش مولود في ريوت جانيرو ولا لعب في أندي تريد جانيرو لكن في النهاية بليه رمز للكرة العالمية مش بس البرازيلية ويستحق أكيد إنه اسمه يكون موجود على السنة أكيد طبعا المراكانة من أعظم الاستادات في العالم أعتقد بيسعى أكتر من 180 أو 200 ألف يعني يوصل عدد ضخم جدا من المهير مدرجاته تستوعبه من الاستادات التاريخية تاريخية في تاريخ الكرة دي حقيقة صحيح فأعتقد الموضوع مش هيخلص دلوقتي لأنه باقي لهم موافقة يعني تعمل مشروع قانوني أنه يتغير اسم الملعب باقي موافقة حاكم ولاية تريد جانيرو فأعتقد أنه أكيد هيوافق طبعا ما جبنا سيرة التاريخ لازم نتكلم على مصري أنت عارف أنا منه عشاق بيكلم التاريخ مصري يعني حتى من خلال التزبزق في مستوى برشلون لكن هو دايما بيظهر يعني الحاجة المضيئة بأهداف أكتر من رائعة احنا بنشوف حتى على مستوى الإسباني الفات بيحرز أهداف جميلة جدا ميسي ولابورتا أنا شايف أنه الأول ميسي زي ما حضرتك قلت هو بقى بيكتب تاريخ جديد أنه هو بقى وصل المباراة رقم 767 وبقى أعلى لعبي برشلونة مشاركة في التاريخ بمنصفة مع تشافي هرناندز والمفروض أنه هو المباراة اللي جاية قدام ريالسو السيداد لو لعب يبقى هو منفردا أكثر لعب شارك بقميص برشلونة على مر التاريخ بخلاف كده هو الهدف التاريخي لبرشلونة وصل عدد أهدافه 661 هدف وهذا رقم خرافي للعيب بيلعب فريق واحد وأنه يوصل ل661 هدف كمان هو أكثر لعيب برشلونة تحقيقا للألقاب على مر التاريخ عند 34 لقب مع برشلونة ومازالت المسيرة مستمرة لكن في السؤال بتاع حضرتك فيما يخص لابورتا وميسي وإحنا قبل ما ندخل هوا كان لابورتا قدر بشكل نهائي أنه يوجد المبلغ المطلوب كضمان لرئاسته البرشلونة لو ما كانش قدر أن يوفر المبلغ ده قبل الساعة 12 بليل النهاردة كان هيعيده الانتخابة بالزبط مبلغ كبير 100 مبلغ كبير تقريبا 125 مليون يورو وهو عمل قرد بالمبلغ ده مع مساعدة من بعض الشركات كمان كخطة اقتصادية بالنسبة له وبالمناسبة عشان برضو الجمهور يبقى عنده دراية بالموضوع المبلغ ده مش بيدخل ميزانية النادي المبلغ ده بتشترطه ربطة الليجة الاسبانية كضمان لأنه مجلس الادبارة ده هيقدر يشتغل في هدوء بعيدا عن الشبهات المالية أنه عنده الضمان المالي بتاعه ووصل 125 مليون مليون يورو هو ده المبلغ اللي بتحدده ربطة الليجة الاسبانية وبالتالي المفروض بقى من بكرة أنه دلوقتي إخوان لابورتا يتم تنصيبه رئيسا بشكل رسمي معترف به من الليجة والسلطات الاسبانية أنه هو يشتغل على الخطة بتاعته في المستقبل لحد النهاردة كل كلام إخوان لابورتا أنه ميسي هيكمل في برشلونة وأنه هو صديقه العزيز وأنه بيحب برشلونة والكلام النطيف ده لكن النهاردة برضو حصلت حاجة بمناسبة ميسي أنه نادي باريس سان جرمان قرر منع لعبته من الحديث عن ميسي لأي وسيلة إعلامه هي إشارة طبعاً ده بالتأكيد لأنه لو ما كانش فيه اهتمام من باريس سان جرمان بميسي ما كانش الموضوع يفرق معهم قوي هم بعد تصريحات كومن وبعد تصريحات خوان لابورتا أنه مش من الاحترام أنه لعيب باريس سان جرمان ونادي باريس سان جرمان يطلع يقول في كل الوقت أنه أنا بفاوض ميسي أو أنه أنا عايز ميسي يكون موجود باريس لعب باريس سان جرمان طلع النهاردة وقال في حوار الجورنال دو ديمانش وتمنع العيبة أنها تتكلم عن ميسي الفترة اللي جاية واضح أن الكلام بتاعنا دايقهم آه يعني قال كده في الحوار الحقيقة فأعتقد أنه دي إشارة أنه أكيد باريس سان جرمان مهتم بأنه يتحرك لضم ميسي وخصوصاً صفقة مجانية هتكلفهم بس رأت بميسي الفترة اللي جاية لكن مع نجاح خوان لابورتا في أنه يوفر مبلغ الضمان المالي لبداية شغله رئيس نادي برشلونة أعتقد ممكن الأمور تتغير الأمور تتغير ويمكن كمان كان فيه مضعبة كده شوية لابورتا أنه بيتكلم مع أجويرو أنت عارف أجويرو طبعاً الصديق العزيز لميسي وقال طبعاً أجويرو طبعاً فري ترانسفير فهيروح لمدة سنتين لبرشلونة أعتقد كان قريب جداً هل تفتكر ده يقصى شوية على قرار ميسي أنه ينتقل ولا الأمور هتختلف على حسب طبعاً الراتب الكبير جداً اللي هتدفعه الأندية للميسي أعتقد أنه ريال مادريد وبرشلونة مش هم المكانين المفضلين لأي لعب أنه يعتزل فيهم لأي لما تلاقي لعب حتى لو كان من أساطير النادي حتى رأقول له جونزالس نفسه ما أعتزلش في ريال مادريد رونالدينيو ما أعتزلش في برشلونة ساموليتو ما أعتزلش في برشلونة لكن أنا شايف أنه ميسي المفروض يكسر القاعدة دي وشايف أنه هو كان شرطه أنه أنا ملعبش في فريق بيتغلب تمانية وأنه أنا محتاج اللعيبة اللي حوالي هي تكون تقدر تستوعب اللي أنا بعمله في الملعب والمجهود اللي إحنا بنبزله علشان نترك من ده الانتصارات فأعتقد أنه هو ميسي لو شايف أنه في خطة وفي على أرض الواقع خطوات بتعقدات مع لعيبة تقدر تشيل برشلونة الفترة اللي جاية أنه هيكمل في برشلونة طيب آخر سؤال يا عمر بالوقت دايما بيجري بسرعة معاك لكن بيكون دايما مميز إبراهيم وفيتش تم استدعائه لمنتخب السويد بعد خمس سنين من الاعتزال الدولي آه يعني هو اعتزال دولي من خمس سنين وصل أعتقد تسعة وثلاثين سنة داخل أربعين سنة يعني أنت شايف الخطوة دي إزاي آه ده يان أندرسون مدرب منتخب السويدي ممكن هو أتكلم النهاردة آه كان بيكلم هنا عن إبراهيم وفيتش وبيتكلم عن فكرة أنه آه ده أفضل لعيب جالنا في تاريخ السويد وأنه شيء جيد أنه يكون موجود مع المنتخب في الوقت الحالي وأنه أصلا إبراهيم وفيتش عنده رغبة أنه هو يرجع لمنتخب السويد والأهم من ده كله كمان أنه هو منتكلم عن الهدفة التاريخي لمنتخب السويد اتنين وستين هدف آه بخلاف كده كمان هم عندهم مباريات مش قوي يعني هو هيروح يلعب كسوفو هيروح يلعب آه أعتقد جورجيا كمان فالمنتخبين في المتناول يعني على مستوى تكريمه كنجم كبير وأحد أساطير السويد ونقل خبراته للعيبة الصغيرة ومحتاج دلوقتي طبعا فيه لعيبة صغيرة بيجددوا الفريق فبالنسبة لموجود إبراهيم وفيتش وسطهم ده كمان بيدي دفع معنوية وخبرات كبيرة كل الأندية والمنتخبات الكبيرة يا كابتن هاني دايما بتستعين باللعيب الكبير علشان ينقل خبراته للعيب الصغيرة أنا كنت أتمنى أن ده كمان يبقى موجود في مصر فكرة النزول بمعدل الأعمار مش معناها أن كل اللعيبة اللي تقدمت في السن طالما قادر يقادي لابد أن يكون موجود حتى لو في مباريات معينة هتاخدوا فيها بأدوار محددة مش لازم التسعين دقيقة لكن وجود لعيب الخبرة على أرض الملعب بيفرق كتير أنا أتطفق معك على النقطة دي ونورتنا وشرفتنا عمر ده نورة كابتن هاني دايما مشرفنا ومنورنا وبتبقى يعني فكرة مميزة بنستنى من الثلاث للثلاث شكرا كابتن هاني إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بنقول لك مبروك تاني على فوز النادي الآلي وإن شاء الله في اللقاءات قادمة في البتر الكبير شكرا لك عمر دي كانت نهاية فكرتنا مع المتميز عمر البنوبي بعد الفاصل الكابتن أحمد سديد اشتركوا في القناة